بسم الله الرحمن الرحيم حل معادلة الدرجة الأولى معادلة بمتغير واحد أول شيء المعادلة هي تعبير جبري يتساوى في مقدارين تحتوي على إشارة المساواة في يمين إشارة المساواة يكون مجمع من الحدود أو حد واحد في يسارها يكون مجمع من الحدود أو يكون حد واحد تساوي هذا المقدارين نعبر عنه رياضيا بمعادلة فأي تعبير جبري يحتوي على مساواة وفيه تساوي لمقدارين نسميه معادلة المعادلة أو معادلة الخط المستقيم هي تسمى معادلة خطية لأنه بيانها يعني رسمها في المستوى XY المستوى الديكارتي يكون خطا مستقيما فلذلك تسمى معادلة خطية إذن تعريف المعادلة معروف هي تساوي مقدارين جبريين بالنسبة لطريقة حل المعادلة قبل ما بدنا نحل المعادلة ما هو شكلها نأخذ الصيغة أو الصيغة العامة أو Standard Form للمعادلة من الدرجة الأولى بمتغير واحد تكون على هذا الشكل المعادلة الخطية بمتغير واحد الصيغة العامة للمعادلة خطية متغير واحد هي على هذا الشكل عندنا بيكون AX زائد C يساوي صفر هذه المعادلة AX زائد C تساوي صفر عندنا A والC تكون A والC أعداد حقيقية يعني ثوابت ممكن تكون أربعة ممكن خمسة ممكن نصف ممكن ثلث ممكن ثلث ممكن ثلاث أرباع ممكن جذر اثنين أي أعداد حقيقي ممكن تكون صفر هذه بنسبة A والC طبعاً A مش لازم تساوي صفر لو سوت A صفر بتصيرش عندنا معادلة خطية من الدرجة الأولى بتصير عندنا اللي هي معادلة من الدرجة الصفرية وبكون البيان تبعها خط موازي لمحور السينات لما يكون مثلاً صاب تساوي صفر اللي هي Y تساوي صفر خط موازي محور السينات إحنا الآن هذا مش موضوعنا خلينا نشوف بنسبة AX زائد C تساوي صفر كيف يمكن حل هذه المعادلة معنى حل المعادلة يعني ما هي قيمة X التي لو وضعناها أي عادة حقيق أضعوا مكان X بحيث تصبح هذا الطرف الأيمن أو يساوي طرف الأيسر يعني طرف الأيسر يساوي صفر كما هو الأيمن يساوي صفر في عملية حل هذه المعادلة خطوة A الخطوة الأولى التخلص من C والخطوة الثانية هو التخلص من A التخلص من C بمأنها مجموعة جامع عن طريق إيش يسمى النظير الجمعي additive inverse اللي هو نظيرها الجمعي وهو ناقص C نضيفه للطرفين تختفي C من جهة اليسار وبتطلع عنا ناقص C في جهة اليمين أما بالنسبة للأي حتى أحولها إلى واحد لازم أضربها في المقلوب تبعها اللي بنسمي ريسبروكل اللي هو المعكوس الضربي multiplicative inverse نضربها في الأي وهو مقلوبها يعني واحد على أي نضرب الطرفين وبالتالي بتكون حلة المعادلة يعني مثلاً أول خطوة بنقول A X لما بدأ أضيف منس C على هذه الجهة ومنس C على الجهة الثانية المينس C والC بالتغن فشو بصير عندي بيظل منس C بلس 0 تساوي منس C يعني A X تساوي اللي هو منس C هاي الخطوة الأولى تخلصت من السي إحنا ممكن نفهمها بطريقة أبسط وأسهل لأنه إحنا مش بندرسها يعني بشكل تحليلي ونظري وإنما ناحية عملية بنخذ هذه المعادلات فإحنا بدون ما نقول إنه نظير جمعي ولا نظير ضربي ولا ما يحزنون بأبسط الطرق ممكن نقول إنه بأنقل الثابت من جهة اليسار إلى جهة اليمين فلما أنقله بغير إشارته هذه أبسط طريقة للفهم طريقة صح طريقة غلط إحنا اللي بهمنا إيش تطبيق عملي الشيء اللي سهلنا لكن من ناحية رياضية هذه الخطوة إلها تبرير علمي يسمى له إضافة المعكوس الجمعي لأنه من خصائص المعادلات إذا أضفنا للطرفين نفس المقدار تبقى المعادلة الصحيحة وإذا ضربنا للطرفين بنفس المقدار بشرط ما يكونش صفر حتى في الصفر ضالها صحيحة بس بتلتغي المعادلة كل شيء بروح لكن في الضرب إذا ضربنا في أي مقدار غير صفري تبقى المعادلة الصحيحة طبعا أضرب الطرفين فإحنا الآن بدنا نجمع اللي هو علشان تخلص من C باختار أن أدج مع مجموعها اللي هو معكوسها الجمعي حتى تلتغي وبالنسبة لل A أضرب في إيش في مقلوبها علشان تصير واحد بنعود وبنركز حتى نبسط فهم الأمور إنه وكأني نقلت C من جهة اليسار إلى جهة اليمين فأصبحت سالبة أما الآن التخلص من A فهو نقسم الطرفين على A كأني بضرب في إيش في مقلوب A لهو واحد على A فبسرعنا آخر شيء بسرعنا هنا اللي هو X تساوي الماينس C على اللي هو A وهيك بتكون حلة المعادلة يعني لو كنا إحنا بدينا في المعادلة هذه مثلا مثلا لو كنا بدأنا بي اللي هو مثلا أربعة X زائد مثلا 20 يساوي صفر لو طبقنا آخر شيء هنا بطلع عنا X شو تساوي تساوي ناقص 20 على 4 واللي هي شو تساوي تساوي ناقص 5 احنا ما بدنا نحفظ هذه الأمور بدنا كل مسألة نتعامل معها على حدة حتى تكون العملية بالنسبة أن سهلة لأنه بدناش نقعد نحفظ القواعد ولا نغلب حالا هذا بالنسبة للي هو المعادلة الخطية بشكل عام خلينا نأخذ مثال الآن من أسئلة الكتاب ونحاول إنه نحله هاي اللي هو مثال مثال من تمارين الكتاب في اللي هي صفحة 66 مثال من تمارين الكتاب صفحة 66 لنفرض بدنا نحل مثلا اللي هو رقم ثلاث هنأخذ مثال رقم ثلاث هاي المثال رقم ثلاث في الكتاب مثال رقم ثلاث بقولنا اللي هو أربعة أكس زائد أثنين تساوي صفر الخطوة الأولى ننقل الأثنين على الجهة الثانية بتظل الأربعة أكس على هذه الجهة بتصير ناقص أثنين الأثنين بتصير سالة بثنين طيب الخطوة الثانية نقسم الطرفين على معامل أكس علشان نصير معاملها واحد فبتصير الأكس تساوي ناقص أثنين على أربعة وهذا يعني إنها الأكس تساوي سالب نص طيب نأخذ مثال آخر أيضا من أسئلة الكتاب مثلا سؤال رقم مثلا ستة من أسئلة الكتاب هاي سؤال رقم ستة من أسئلة الكتاب عندنا ناقص خمسة اكس ناقص خمسة وعشرين يساوي ناقص ثلاثة اكس زائد سبعة وعشرين في المعادلة في الصورة القياسية يجب أن تكون المتغيرات في الجهة الأولى والثوابت في الجهة الأخرى لما نكتب الإنجليز من يسار ليمين يعني لازم تكون المتغيرات في اليسار والثوابت في جهة اليمين إذن نشوف بالنسبة ل الحدود هذه أول حد عندنا ناقص خمسة اكس بقي مكانه ما غيرنا مكانه إذن ما راح أغير في إشارته أشيه هاي ناقص خمسة اكس بدنا نجيب الثلاثة اكس على هذه الجهة هي سالبة بتصير إيش بتصير موجبة هاي زائد ثلاثة اكس أي شيء بحركه حوالين أشارة المساواة لازم أغير إشارته ويساوي بننقل خمسة وعشرين على جهة الأخرى بتصير موجبة خمسة وعشرين والسبعة وعشرين بقيت مكانها ما بتتغير إشارتها كانت على اليسار ظلت على اليسار طيب الآن بنجمع المعاملات نجمع المقادر في اليمين والمقادر في اليسار ونشوف شو بطلع مجموعهم حتى نبسط المعادلة عندنا سالب خمسة أموجب ثلاث تساوي سالب اثنين إذن هاي سالب اثنين اكس والجهة الأخرى هاي يساوي الجهة الأخرى خمسة وعشرين زائد سبعة وعشرين تساوي ثنين وخمسين هاي ثنين وخمسين الخطوة الأخيرة اللي هي نقسم على معامل اكس فبتصير اكس تساوي الثنين وخمسين مقسومة على السالب اثنين على السالب اثنين وبالتالي بتكون عندنا اكس تساوي كم تساوي سالب ستة وعشرين ناخذ الآن كمان مثال من نفس اللي هي الأسئلة مثلا لو أخذنا رقم عشرة من نفس الأسئلة رقم عشرة خمسة اكس زائد اثنين يساوي في عندنا ماينس وقوس مفتوح في اكس ناقص خمسة اكس ناقص خمسة دائما في أولوية تنفيذ العمليات اللي هي لازم يكون في عندي في الأولويات فك الأقواس قبل كل شيء فك الأقواس قلنا ثم الأسس ثم الضرب والقسمة نفس الأولوية وأخيرا الجمع وطرح في عندي أقواس إذن لازم نفك الأقواس فبنكتب هذا الطرف مثل ما هو خمسة اكس زائد اثنين يساوي ناقص اكس ناقص في واحد يعني كأهلا ناقص واحد في اكس ناقص اكس وناقص في ناقص بصير موجب وهانا بصير لدينا بلاس 5 الخطوة الثانية بنيجي لها اللي هو المتغيرات في قس في جهة والثلاث في جهة فهي نكتب خمسة اكس زائد اكس لانه ناقص اكس حركناها في الجهة الاخرى من اليساوي وهي اليساوي والاثنين بتصير ماينس لانه نقلنا على الجهة الاخرى الخمسة تبقى كما هي لانه ما غيرنا موقعها بتبقى اشارتها كما هي الان عنا الخمسة اكس مع الاس بصير ان ستة اكس ويساوي الناقص اثنين والموجب خمسة تساوي موجب ثلاث لانه قلنا عندما نجمع عددين مختلفين في الاشارة نأخذ فرق بينهما ونعطيه اشارة الكبير هذا يعني هذا يعني انها ال اكس تساوي ثلاث على ستة ثلاث على ستة نقول نقسم الطرفين على المعامل ال اكس يعني انها اكس تساوي نص هذا بالنسبة اللي هو حل المعادلة الخطية بمتغير واحد نحل المثال الاخير على هذا النوع عملية سهلة وسيطة لو جينا الان وحلينا مثلا سؤال رقم سبعة كان من الاشياء الفي الكتاب هي رقم سبعة نعود نرجع له اثنين اكس زائد واحد يساوي ثلاث اكس ناقص ستة المتغيرات على الجهة اليسرى ناقص الثلاثة اكس الآن نقلناها من اليمين لليسار بدنا نغير إشارتها صارت سالبة الواحد نقلناه من اليسار إلى اليمين بين غير وصير السالب الست بقيت مكانها تبقى إشارتها مثل مكانها السالبة ظلها سالبة فبصير عندنا اثنين اكس ناقص اكس تساوي ناقص اكس ناقص اكس والناقص واحد ناقص ستة هي ناقص سبعة إذا ناقص اكس يساوي ناقص اكس يساوي الموجب اكس أكس تساوي موجب سبعة إذن يتضمن انه اكس تساوي موجب سبعة عن طريق قسمة الطرفين على معامل اكس السالب واحد او ضرب الطرفين في السالب واحد هذا بالنسبة لهو حل المعادلة الخطية بمتغير واحد المعادلة الخطية بمتغير واحد في عندنا ممكن انحل معادلتين خطيتين بمتغيرين حل معادلتين خطيتين بمتغيرين كيف يتم لما يحل معادلتين خطيتين بمتغيرين معنى ذلك احنا قلنا قبل قليل ان المعادلة الخطية بمتغير واحد البيان تبعها او رسمتها عبارة عن خط مستقيم خط مستقيم فالمعادلتين الخطيئتين يشكل خطين مستقيمين يشكل خطين مستقيمين فلما أقول نريد أن نحل النظام يعني ما هو ما هي النقطة التي يتقاطع عندها الخطين ما هي النقطة التي يتقاطع عندها الخطان ما هي النقطة التي تقاطع عندها الخطان فممكن الخطين المستقيمين يتقاطعن وممكن يتوازن وممكن أنهم وممكن أنهم ينطبقوا على بعضهم فإذا تقاطعن بيكون الحل نقطة واحدة إذا توازن ما فيش حل بالمرة بسموغ نظام غير منسجم وإذا كان واقعت على بعضهم بيكون مجموعة لا نهائية من الحلول لأنه كل نقطة واقعة الأول وماقعة الثانية إذا كل نقطة هي أحلول لأنها النظام الآن نشوف اللي هما نعتبرهم حل حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين نحن بالنسبة للمعادلة الخطية معروف كيف شكلها من الكتابب ببنكتب الآن من نظام المعادلة الخطية وبنرى كيف ننحله طريقة حل النظام مع pythonي خطية بمتغيرين في طرق كثيرة جدا فيه بالتعويض فيه بالحذف فيه بالمصفوفات وحتى للمصفوفات فيها طراقة الكريم المهم نعرف نحل النظام بأي شكل من الأشكال الكثيرة اللي يمكن نحل فيها نحن نركز الآن مثلا طريقة الحذف ونشوف كيف يمكن نحل نظام من المعادلة الخطية بطريقة الحذف من كلمة حذف يعني فيها إيش؟ فيها حذف لأحد المتغيرين بدي أتخلص من المتغير يفضل متغير واحد بتصير عندي معادلة واحدة متغير واحد نوجد قيمة المتغير كما كنا نوجده قبل قليل ثم نعوض القيم اللي حصلنا عليها للمتغير الباقي عندنا في إحدى المعادلتين الأصليتين ونجد قيمة المتغير الذي حذفنا خلينا نحل مثال هاي نقول اللي هي أمثلة أيضا بنحل من أسئلة الكتاب في اللي هي صفحة 67 صفحة 67 في عندنا مثلا سؤال رقم 22 نشوف سؤال رقم 22 نقولنا ثلاثة اكس ناقص خمسة واي هي ثلاثة اكس ناقص خمسة واي يساوي واحد وفي عندنا ثنين اكس دات اربعة واي ثنين اكس زائد اربعة واي يساوي اثنين لحل النظام أيضا بناش نقول نعمل افتراضات ونقول إذا كانت إشارة كذا موجبة وإذا إشارة كذا سالبة وإذا كذا من مضعفات المعامل فلاني من مضعفة المعامل فلاني ونقول نحط في فرضيات وصير الطالب يحفظ احنا بنستخدم اسلوب واحد ونبتعد عن الفرضيات والحالات المختلفة وفي اسلوب واحد فقط بدنا نحل الاسلوب اللي بدنا نحل فيه ونتعلمه سواء كان أطول ولا أقصر المهم بيكون طريقة واحدة بيكون سهل من أفهم عدد طرق الطريقة اللي بدنا نحل فيها هو فقط أنظر لمعامل معامل اكس في الأولى مثلا ومعامل اكس في الثاني خلنا نتفق على أنه ندري ألغي اكس في كل حالة دي ألغي اكس حتى لو كانت واي الأسهل في الإلغاء بدي ألغي اكس حتى يكون أسهل أنه عملية الفهم وعملية لما بدي أجي أحل أتذكر شو اللي عملته ما قولش طيب أنا لغيت من أنا كاكس لشا نلغيت واي خلينا بكل بساطة نقول إحنا دائما نلغي اكس لأنه بينفعل الكلام ما فيش مشكل فيه عندنا ننظر لمعامل اكس في الأولى ومعامل اكس في الثاني معامل اكس في الأولى ثلاث معامل اكس في الثانية اثنين بنكتب معادلتين مكافئتين للمعادلتين الموجودة أمامنا بحيث يصبح فيها معامل اكس في إحداهما هو النظير الجمعي لمعامل اكس في الأخرى وبالتالي عندما أجمعهم يلغوا بعضهم هذا الكلام من ناحية رياضية أيضا يمكن يكون مزعج لكن بالناحية العملية بين سهل نأخذ إذن نقول ما يلي بنعمل التالي في الأولى معامل اكس ثلاث في الثانية معامل اكس ثلاث بدي أضرب الأولى في الثانية والثانية في ثلاث هاي المعادلة الأولى نضربها في اثنين والثانية بدنا نضربها في ثلاث المعادلة كلها المعادلة كلها بدأ أضربها بالعكس اللي معامل اثنين زي ما أنتوا شايفين ضربناه في ثلاث واللي معامله ثلاث ضربناه في ثلاث لكن لو كتبنا الآن المعادلة التحت بسي عندي هاني ثلاث ثلاث اثنين في ثلاث اكس بستة اكس في ناقص خمس واي بناقص عشرة واي المهم أنه في الأولى رح تصير ستة اكس وفتانين ستة اكس لكن ستة اكس وستة اكس تصير اثن عشر اكس ما هو سالق ما هو صفر فلذلك لازم أنا أعمل حسابي أنه يلتغوا كيف يلتغوا إذن في هذه الحالة لازم أغير واحد من الإشارتين اللي إحنا ضربنا فيهم بدأ الاثنين وثلاث واحدة منهم سالبة واحدة موجب سواء الاثنين أو الثلاث نتفق برضو أنه نحن نعمل اللي هي الثانية هذه على أنها سالبة لو أخذنا فوق سالب وتحت موجب ما فيه مشكلة نعتبر هذه السالبة ثلاثة اللي هي علشان لما أضرب السلسلة الستة مع الموجب ستة وصير عندنا صفر بنكتب الآن المعادلتين المكافئتين للمعادلات الأصلية نكتب المعادلتين أنا ما بدي أجمع ولا أعمل إيش الآن بس بدي أكتب المعادلات بعد الضرب بتصير اثنين في ثلاثة هي ستة اكس المعادلة الأولى ناقص عشرة واي يساوي اثنين فيه من الطلاب بنسى يضرب للطرف الثاني فبدناش ننسى ذنسنا نعتبر أنه حلنا صار غلط والناقص ثلاث في موجب اثنين بصير سالب ستة اكس والسالب ثلاث في أربعة بسالب اثناش هي سالب اثناش السالب اثناش واي وتساوي السالب ثلاث في اثنين بسالب ستة بعد ما كتبنا المعادلتين المكافئتين للأصليتين الآن بنجمع هاي بدنا الآن نجمع سالب ستة وموجب ستة بصير عندي هنا صفر زيرو يعني هذا ولا بصير ايش صفر بلتغن وناقص عشرة وناقص اثناش هي ناقص اثنين وعشرين ناقص اثنين وعشرين واثنين وسالب ستة هي سالب اربعة سالب اربعة يتضمن ان الواي تساوي ناقص اربعة على ناقص اثنين وعشرين وبالتالي وي تساوي وي تساوي اثنين على احداش بنرجع نعوض علشان نوجد قيمة وي بدلالة اكس فبنرجع مثلا هاي نعوض نعوض في احدى المعادلتين سواء الاولى او الثاني بدنا اياها مفيش مشكلة نعوض في الاولى مثلا والثاني صحي مفيش مشكلة لإيجاد قيمة واي قيمة اكس احنا وجدنا واي بدنا نوجد ايش اكس بدنا نوجد قيمة اكس فبصير عنا الثلاثة اكس ناقص الخمسة في اثنين على احداش انا عشر على احداش صارت تساوي كم تساوي واحد هذا يعني انه الثلاثة اكس تساوي لما نقل عشر احداش الجيثة يcmسير موج programa عشر احداش والواحد واحداش واحداش بتصير واحد او عشرين على احداش واحد او عشرين على احداش واحد او عشرين على احداش لو بدنا نتأكد من هذا الكلام لازم يكون 21 على 11 21 على 11 تساوي 3x لسه بدنا نطلع x لوحدها بتصير x ده قسم الطرفين على 3 بتصير x تساوي 7 على 11 بيتضمن انها x تساوي 7 على 11 7 على 11 ليش لانه اللي بندر بطرفين في ثلث او بقسم على 3 بتصير 7 على 11 x تساوي 7 على 11 لو بدنا نتأكد من هذا الكلام مثلا بخير المعادلة الثانية هل بيعطينا صحيح هذا الكلام اذا كان ما اعطى ما حققنا الثانية بكون احنا غلطنا في شيء معين فنشوف 7 على 11 في 2 بيصير 14 على 11 14 على 11 وال y 4 في 2 بثمانية ثمانية عندنا و 14 مفروط لعندي 22 على 11 في الجهة الثانية علشان يسترسوي الجواب 2 هاي 14 و 4 في 2 الثمانية طلعه 22 اي نعم 14 زائد 8 ثمانية 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 على 11 وتساوي 2 اذا بيكون الحل مزبوط ممكن انحل كمان مثال انحل مثلا سؤال رقم مثلا 25 25 مثلا اذا بيقولنا اكس زائد اثنين واي يساوي ناقل يساوي موجب اربعة موجب اربعة مش تهلب اربعة والمعادلة الثانية اربعة اكس زائد ثلاثة واي اربعة اكس زائد ثلاثة واي يساوي سبعة نفس الشيء عنا معامل اكس في الاولى واحد وفي الثانية اربعة اذا بنضرب الاولى في معامل الثانية والثانية في معامل الاولى ولان المعاملات كل الاشارات متشابهة لازم اغير احدى الاشارات عشان يطلع عندي صفر لو ما غيرتهم بصير كله موجب زائد موجب التغيش اشي عندي فاذن لازم واحدة من هنا نغيرها هذه بنضربها في اربعة هاي اربعة وهذه بنضربها في واحد بدنا نعملها سالبة واحد علشان نضمن انه يطلع عندي واحدة موجب وواحدة سالبة وبالتالي استطيع اني ألغي الاكس يتضمن انه بدأ اكتب معاللتين اللي هين بعد الضرب بصير عنا اربعة اربعة اكس زائد ثمانية واي يساوي ستة عش والثانية اللي هي ناقص اربعة اكس ناقص ثلاثة واي يساوي ناقص سبعة والآن بدنا نجمع هاي بنقولها انا ايش نجمع الناقص اربعة اكس والموجب اربعة اكس بتصير كام بصير صفر لأن اصلا هدف نلغي هاي صار صفر لو ما صار صفر لازم ارجع اعيد هساباتي عشان اقدر ألغيهم لانه انا قلت بدأ ألغيهم من البداية والثمانية واي والسالب ثلاثة واي بصيروا موجب خمسة واي والستعش موجبات وسبعة سالبات بصير عنا تسعة موجبات بصير تسعة موجبات فبالتالي بتصير عنا اللي هي الواي تساوي تسعة على خمسة ونعود لإحدى المعادلتين لإيجاد قيمة لإيجاد قيمة المتغير الآخر اللي هو X يعني اللي حذفنا نعوض نعوض في الأولى مثلا أو في الثانية مثل ما بدنا ما فيش مشكلة خلينا نقول في الأولى لإيجاد اللي لغنا اللي هو إيش X فبصير عنا هاي الـ X زائد 2Y 2Y يعني 18 عخام سبصيره لأنه كل Y 9 أخماس 2 في 9 أخماس بصير 18 على 5 يساوي كم يساوي 4 معنى هذا الكلام إنها الـ X شو تساوي تساوي 4 ناقص 18 على 5 الـ 4 كم 5 الـ 4 20 5 4 5 20 25 25 ناقص ناقص 5 يبقى 50 إذن الـ X تساوي 50 الـ X تساوي 50 لو بدنا نشوف في المعادلة الثانية نعوض بسرعة نشوف هل إنه الـ Y 9 أخماس والـ X 50 تحقق أولا إذا حققتها بنكون حاليا صح إذا ما حققتها بيكون أغلطنا في شيء معين يا في ضرب يا في جامع يا في أي شيء فنرجع لو قلنا في المعادلة مثل الثاني اللي هي أربعة طبعا نشعوض في الأولى لو نحن طلعناها من الأولى لو عوض في الأولى هي أكيد رح تحققها فبدأ عوضنا في الثاني لأنه نحن طلعينها من الأولى أصلا فبدأ عوض في الثاني هي المشكلة إنه في الثاني هل تحققها هل لا تحققها ففي الثانية الأربعة X بيصدين ثمن أخماس ثمن أخماس والثلاثة Y الثلاثة Y 27 خمس ثمن أخماس و 27 خمس يساوي 35 خمس 35 خمس تساوي 7 أي نعم 35 تقسم 5 تساوي 7 كلام صحيح إذن بيكون هيك الحال صحيح نحل المثال أخير على هذا النوع اللي هو حل معادلة أو معادلتين بمجهولين معادلتين بمجهولين خلينا نأخذ مثال رقم اللي هو مثلا 30 ونشوف مثال 30 أو سؤال 30 من أسئل الكتاب أيضا X زائد 7 Y X زائد 7 Y يساوي 12 و X زائد 5 Y يساوي 6 6 قلنا إحنا بدينا إيش نعمل بدنا نحذف X لما نحذف X طب الأولى مدربة في 1 والثانية مدربة في 1 ندربه 1 و 2 في الواحد طبعاً هو بدنا نضربهم في واحد واحد ولكن شو بنعمال واحدة فيهن نغيرها للسالب علشان إيش؟ علشان نضمن إلتغهم ممكن واحد مباشرة نقول لي بطرح الثاني من الأولى أو الأولى من الثاني فيش مشكلة؟ أقول X ناقص X تساوي 0 و7Y ناقص 5Y تساوي 2Y والـ 12 ناقص 6 تساوي 6 2Y تساوي 6 إذن Y تساوي 3 وأرجع أعوض في واحد منهم عن Y تساوي 3 وطلع X بسرعة إحنا الهدف مش إنه بس نحله خلاص بنا نعرف بس كيف من طريقة الحل ولا هو لابد نحلها بنحلها شفحي مفيش مشكلة فإذا بنرجع إحنا بنفس الطريقة اللي كنا بنحل فيها وبدون تسرع وبدون ما إنه نستخف بالأمور لأنه مرات فيه شغلات سهلة جداً والطالب للأسف كنا نشوف إنه بيحلها غلط فنضرب الأولى معاملها واحد الثاني معاملها واحد فيش مشكل هاي الأولى بدأ أضربها في واحد يعني كأنه ما غيرتش إشي بس الثاني تدربها في إيش في سالب واحد علشان أضمن إنه أغير معامل قلنا قبل قليل بما قدر أنا أطرح مباشرة أنه أخلص من هالشغلة بس إحنا بدنا نظل نتبع طريقة واحدة حتى لو كانت أطول علشان إنه نحنا عارفين إنه كثرة الطرق بالنسبة للكو كطلاب أدبي صعب عليكم الآن X زائد 7Y دربنا في واحد يعني ما غيرناش إشي يساوي 12 والثانية سالب X ناقص 5Y تساوي سالب 6 وبنجمع وبنحصل على الإشي اللي عملناه قبل شوية شفاوي X والسالب X بيلتغوا صاروا صفر خلاص راحوا 7 وسالب 5 هو موجب 2 موجب 2Y والـ 12 والسالب 6 هي موجب 6 وهذا يعني إنه الـ Y تساوي كام بنقسم الطرفين على معامل Y فبتصير عندنا Y تساوي 6 على 2 وتساوي 3 الآن نعوض نعوض لإيجاد لإيجاد القيمة اللي احنا اتجاهلناها أو اللي هي الغناها اللي هي X بدنا نطلعها بنعوض سواء في الأولى أو في الثانية مفيش مشكلة عندنا في الأولى مثلا هي X زائد 7Y يعني زائد 21 زائد 7Y يعني 7 في 3 يعني 21 تساوي كام؟ تساوي 12 تساوي 12 هذا الكلام يعني إنه X تساوي 12 ناقص 21 ويساوي كام؟ سالب 9 سالب 9 12 ناقص الـ 21 قلنا ننقل الـ 21 عن جهة الثاني مثل 12 ناقص الـ 21 وتساوي سالب 9 هل لو عوضنا في الثانية في هذه المعادلة هذه المعادلة الثانية لو عوضنا فيها عن X سالب 9 وعن Y موجب 3 بطلع الحل صح؟ نشوف X سالب 9 Y 3 3 في 5 3 في 5 15 15 وناقص 9 موجب 6 كلام صحيح بالنسبة لأولى في الشداء اللي هو التحقق منها لأنه أصلا طلعت القيمة منها بتأكد لنطلع صح إذن بكون الحل هو مجموعة الحل هي إيش؟ ناقص 9 و3 لو إحنا سؤلنا عن نقطة تقاطع الخطين المستقيمين الخط المستقيم هذه المعادلة الأولى والخط المستقيم المعادلة الثانية شو معنى النقطة تقاطعهما؟ يعني بتقاطع في النقطة X Y شي نقطة X Y؟ هي ناقص 9 و3 يعني بتقاطع الخطين هذولة وإن؟ في النقطة سالب 9 و3 إذا سؤلنا عن نقطة تقاطع الخطين المستقيمين بنقول يتقاطع عند الناقص 9 وعند الثلاث لأن دائماً الإحداث الأولي للسين والإحداث الثاني دائماً للصاد هذا نقطة تقاطع المستقيمين إذا سؤلنا فقط عن X Y بنطلعها زي ما طلعناهم في الأول كذلك بالنسبة للسؤال اللي قبله ولو كان فيه 25 إذا كان سؤلنا عن نقطة تقاطع الخطين المستقيمين اللي خط المثل هذه المعادلة والخط اللي هو هذا المعادلة بتكون نقطة تقاطعهما X Y هي مثل ما طلعناها 5 و9 أخماس هاي الخمسين قيمة X دائماً لإحداث السينة قبل الصادي 5 و9 أخماس بتكون نقطة تقاطعهما هذا بالنسبة له اللي هو حل نظام من المعادلات الخطية ويعطيكم العافية